سلام جاء السباح كامل تكونوا بخير صحتكم بخير ان شاء الله اليوم رانا حنديرو تشارك مسكر ان شاء الله يعجبكم دي جاراني دايرة الوصفة بساعة اندي مودة مني درتها وكي حدث هاد الوصفة بزاف عجبتكم وقلتوا لي شاركيها معنا هادي كانت كومونتا عروسة تديها معاها ان شاء الله تكون عجبتكم بطريقة هاي لا ويجيكم يدوف الفم نعرفوا بلي تشارك إلا ما جاش طري ما نقولوش عليه تشارك هنا رانا حنبدو كيف يدينا تحقوا ثلاثة كيلات تعفارينا اي حاجات قدروا تكيدوا بيها هاد البول اللي انا دارا به يخرجوا لكم ثلاثين حبة الكمية ما تكملكمش كامل الكيلو كيلو ما نكملهش كامل واحد وستميات قرام هاك داك تعفارينا ثلاثة كيلات ما تكونش مقبل كيلة نغمال ونديروا معاها كيلات تعزبدة كي ما كنتو فو الزبدة لازم تكون معمرة تكون مقبل البول ديالكم وعدنا زج مغارة بتاع سكر غلاسي والقرصة تعال مرح ما تنزاوهاش تخدموا تخيط خمية هادك هادك الزبدة معالها فاغين هات طريقه تسعدني بزاف نقومون و الزبدة هتطريقة ساعدني بزاف рублей كما نفسدها contour plus حيفسد لي الشكل العليش والشكل تحتشارك لمسكر واللي تندي نستعمل الزبدة أحسن وعجبتني بزافة الطريقة ولسهنه ما فيزوش طريقات مليح قصدي مليح بسرح وشنو لازم لأخرى لي إنسان هدك يكون ماشي مزروب بالخدمة ديالو نغمال يخليها حتى الغضوة من داك ويطيبها ليكموند من داك لاه غالب يجونا دقيقة لأخرى لازم نكملوهم هنا راني ندلم بالماء والمازهر استعملت هنا المازهر المقطر نقول لكم شعلا ريحة وجابوهولي بعتوهولي بنت عمت يا ربي إن شاء الله يحفظها ويعطيها ما تتمنى إن شاء الله هي بعتوهولي هاي البزاف سوف ينخلطوا غير معا شوية ما لمو مليح العجينة ديالكم كاين تاني اللي تخدحهم في الماء الخطر هي بلها داك اللي دام ديالها تكون ديجا مرملة بس حبدوا تشمخوا شوفوا حتى تتلملكم شوفوا العجينة كيفاش تكون طريريها هكذا توزنوهم 30 غرام أنا نوزنهم 30 غرام معي تنفخوا والحشو حيجيو بزاف حيجو هاي لين الحشو تقوني غير صورتلكم هدي أصلا الوصفة عاوتها علاجها لكم هنا في التشكيل ما فهمت على هتفاصل ديالفيديو هنا هي اللوز نتاخدو 3 كيلة تعلوز كيلة تعصكر ما تعمروهاش أنا ندير 3 كيلة تلوز بنصف كيلة سكر ما يجوش حلوين بزاف مش مجيكمش العاقدة حلوة ونديل لها حبابيد واللمب المازهر ونديل مغرفة عزبلة هذا ما كان ونعجل المليح واللمب المازهر هدي هي العقدة ديالي دي توزنو نستعملها وحتصيبوها كامل في حلوية اللوز نبدأ هكذا كيمانا نشكل معاكم شغل في الأطراف اللي نبوانتي شوية باش تجي الحبة تحتشارك ديالكم شابة هكذا شوفوا شكل كيف حيجي جهائل وكل واحد والتشكيل دياله تحتشارك تختلف طريقة من يعني من وصفة الوصفة وكل واحد كيفاش يختم أنا المهمة للكم طريقتي اللي متعودا نديرها علاش كيلة ترقوا هدو كل الأطراف حيطي بلكم تمتم تشارك عن بلوس هادي زبدة ماهيش حتطول للكم في الطياب هنا جبت المازهر وحنديد له مغرف فارينا علا ندير مغرف فارينا أنا ما ندير الشاربات ما نقدرش ناكل تشارك اللي حلو بزاف توجو إلاش تواصفتي ما نحبش الحجة اللي فيها السكر بزاف ديجا هو تشارك مسكر ونزيد له لحسيلة وهديك أصلا مربية الشاربات هنا مازهار درت لها مغرف تع فارينا علاش الفارينا كشغول غيرها تخلي السكر يلسق في التشارك وبزاف بحثولي على مشكل تشارك علاش السكر هدك يتحجر لكم دوكم فهمكم طيبو ما تخلوش يبس بزاف هنا بشي جنيدو في الفم نخليه الجوز يتحمر من التحت خلاص هنا فرغت باكي داع السكر غلاسي نوعية مليحة خيرو نوعية مليحة نأكد لكم ونعاود على نوعية السكر درتها في هدك ساشي وهنا يجب تبابي هدك تعال للكمزينة يجب تبابي هدك نحط كين ندير هنا مثلا كين ديروا في هدك المزهر نديروا في هدك المزهر نديروا في هدك المزهر ننشفوه وحيسق لكم فيه السكر متخموش كما راني ندير هنا باش نلوحو لو كان من المزهر ديغة كتومو تلوحو في الساشي حيرفد لكم كيلو تاع السكر دونك راح يرفد السكر بزاف واحنا ما هديك طريقة عيانة تشارك ديالكم حتى تعبوا عليه في باطن نشفوه ديروه في السكر ومعدوش تديرو خلوه ماشي ديغة كتومو نسكروا تشارك ديالنا للناس اللي ما تعرفش والناس اللي بزاف بحتت لي عندها هده المشكل السكر يتسكر لها على الحبة ديالها انا نحطها كده زع ما نديرو نروح اني نخدم شغلي ولا كاش ما ندير ولا نروح نريح جوز متجوز ربح ساعة خمستاشن دقيقة نعاود نوليليه ودوك نوليلكم طريقة تسكر زع ما الصحيحة لصحة تسكروا فيها تشارك شتوب الراحة على اليد كي مارا نندير انا كي مارا نندير تبدو تزيرو عليه ويشد السكر فيها ويشد السكر وانتو مارا كو تخدموا انتو متملسوها سافي حديروها كي ماشتو كيميملسو طواجن نشغل هكا كرانا نملسو في الحبة باش ما ترفج السكر كمية كبيرة ومبعدة الاخون نكملوه بالصفايا هكا ما ترفضلكمش السكر بزاف ومتيبسلكمش وما تدلكمش هديك لاكخوت هديك طبقة لي ما نحبوهاش كينكرهوها كامل كينجون عضو تشارك ديالنا هكا حتجي يرفض السكر قيس ما يسحق هدا ما كان ماوش حيرفد حاجة زيادة كيمانا نندلو هكدا وبلعقل كل مره ديروش فيها يتشمخ باش ما تاني ما يتكسر للكمش ومتخافوه شوفو فصاشي وشنو خلوه يبرد ماشي ديغاك تيما نخرجوه وهو سخون نمحو نسكروه تاني هديك غلطة منقول لكم على هديك غلطة يكون مزان ما برد يشرب بالسكر ويبقى غير يشرب لكم ما يجيكم شغل المندي خلوه يبرد انا نطيبه ونخليه غدوه من ذاك نسكروه هو مقروط اللوز المهم قال حفايس لي تسكروه لازم هكداك ما تسكروهو مش ديغا كتمو يبقى غير يشربوا لكم في السكر وهم سخونين هدو هما نصائح لنقدر نمدهم لكم بعد جبت الصفايا عراني درت من الفوق كي ما راكو تشوفو هنه ياخذت ناك خيه هادا تعلام بوغتاسيون درتلو سلمان ديالو السائل هادا الخاص به كي ما راكو تشوفو درتو شوية شاي دروحو مدرتوش سائل بزاف لخطة دوك نوري لكم ما حبيتش نديرو سامبل نانكي عروسها حبيت نديرها حاجة شوية تكون تاتيغي شوية كان عندي هاد المول كان عندي بزاف اللي شيتو تاع الورقة ودوك نخلي لكم تاني تصاور باش تشوفو على بالي بلي كامل تسقسوني وهدي عجينة السكر ان شاء الله ان شاء الله نديرها لكم خدمتها في الدار طريقة هيلة بزاف نعرفو عجينة السكر ما انا ما يشتع جبني تاع المحلات وديت نخدمها في الدار ايجي هيلة بزاف قد بكم هاد المول شريته ومبعد اكتبر بي خدمت فيه خرجوا بزاف ورقات شابين كي ما كنت شوفو فيهم ان شاء الله يكونوا يبانو لكم كنت نصور ما كنت نشوف باللي ما همش يبانو مليح مليح حطيتهم في هاد المول وما كترتش بزاف عجينة السكر خطر درتهم شغل ورقات هابطين شوية كي ما راني ندير درت شوية مايزينة في الاول ما درتش مايزينة بعد عاود درت مايزينة باش تنحاولكم تمتم هاكدا نشوفوك فاح تخرج ديكم بزاف هايلا هو مول هادا شوية غامق بصح انا يا جتني الفكرة خدمت به الاوراق عجبوني بزاف اهنا منيز باقتهم كامل بعد اكناكخي الناكخي شوفو تعالى ميزة يبدلكم لون هايلا يبدلكم لون هايلا يبدلكم هاداك اللون الرائع دي صح يعجبكم كتشوفو الحبات على القطو صح تمبهروا بيها يعطي نتيجة هايلا يعجبني بزاف كملت انا درت غير حبات شوية اللي درت لهم اخطر كان تاني قطو حد اخرت عشوكولة في عفايس ضوغي ما حبيتش انكتر بزاف وتاني عد صور الوصفة باش انا نوريلكم وانتو ما تاخدوا الفكرة وديروا حاجة لتساعدكم هايليك وتقدوا تتواصلوا معايا في انستغرام ولا تيك توك هدا هو حسابي على تيك توك وانستغرام كاينو وصفات سريعة من دكما حطناهم مش فلاشان حتتسفادوا بزاف تصيبوهم في حسابي على تيك توك ولا في انستغرام وما تنسوش تديروا ابونيوشان فلاشان وفيهم كامل ان شاء الله هاوليك المول يعني وريد فلكم مام بالدهار ديالو باش تعرفوه تصيبوه على المول كارطو هاد المول ديسبوني بزاف ومبعد احتتهم في تشارك ديالي نغمال بينسوغ نديروه في الكيسات باش يعطيلو هادا كل مندر الشباب وفي الاخير دكنولي لكم تشارك ديالنا كيفاش جاء جاء بزاف هايل و جيدوا في الفوم ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة ان شاء الله نكون خفيفة عليكم ان شاء الله يا ربي نكون قدرت تمديد لكم كامل نصائح لتحب هاد النصائح ويعطيكم صحة عليك كامل لي كومنتغلك ودخلوهم لي عراني يشوفهم لك وتبحثوهم لي في انستغرام لاني يشوفهم في تيك توك شكرا شكرا ربي خليكم ان شاء الله قسمت معاكم حبه وشوفوك في حيديكم يدوب في الفوم مام لي تستعمل الكوكاو وتستعمل نفس طريقة لي قلت لها عليها وبرك تقدر تزيت شوية نواة كوكو اخطر نواة كوكو ويشرب بهادك الزيت تع الكوكاو اشتركوا في القناة